لا أدولك صباح فولي صباح فولي أخو دي طب يا أستاذ مش لما نخلص مش خايفة مدهم لكيش بعد ما نخلص أنا بعرف الرجل من عيني وبعدين هو أنت فاكرني يعني بركب مع أي حد الشرع دلوقتي يبقى خطر قوي وأنت عمرك ما تمسكتي يا شيخ فل الله ولا فالك حرام عليك ده أنا عندي عيليين وأمي أخواتك الصغيرين لا نم من جوزي يا مهاري سود أنت متجوزة كمان؟ طبعا وعارف يعني أنك عارف وعارف كمان أن إحنا محتاجين فلوس أكتر بس على فكرة أنا عمري مخونته يا شيخ ومال أنت بتعمل إيه لوقتي؟ لما أخذ أنا هبقى معاك كمان شوية بس عمري ما هكون معاك زي أنا مع أبو أحمد بس أنا بحبه أبو أبو أحمد بس هنعمل إيه بقى؟ ما باليد دهيلة أنت ما بتحسيش بأي حاجة مع أي حد؟ بعمل نفسي أني حاسة بس أنا اسمك ايه؟ نوال طب يا نوال، أنت خدت فلوسك صح؟ أيو؟ ممكن تمشي لا يا أستاذ بس أنا ثلاث دقيقة هدخل الحمام وأكون جاهزة لا، أنا متعودتش أخد فلوس حرام ما عملتش بيهم حاجة يا ستة ما تعتبرهمش فلوس حرام، أنا متبرع بيهم على قلة تقبضي اليوم النهاردة مع أبو أحمد طيب، عايز نعمل لك حاجة قبل ما مشي؟ ولا أي حاجة، تفضل يا حي، خدي فلوسك ومشي مين دي؟ أقدم لك أم أحمد أه، قول بقى كده يا أستاذ وين دي بقى أحسن مني في إن شاء الله؟ مين يا هنجي؟ نوال، بتاعت شرع الحجاز وإنت بقى منين، من أي منطقة يعني؟ طب، يلا، غري من هنا يا بيت، يلا ما، أنا غلطان، إن أنا بخش بيوت مش محترمة لا، بجد، بجد مش قادر أصدق والله يا إنجي، واندي فهميش غلط، دلقاعدة كلها كانت عن أبو أحمد، ما حصلش حاجة فقدردت فاناً عنين برح؟ أعمل إيه يا إنجي؟ أعمل إيه من النقد اللي أنا عايش فيها؟ حاديد بقت نكادية جداً يا رباكيب بتحذر بتحذر صح؟ ما قالها بعد كده هعملك لأنك إنسان مش طبيعي على فكرة ليه مش طبيعي ليه؟ أي راجل بي مهتم بالمواضيع دي ومش مهتم بس دي ممكن تبقى أهم حاجة في حياته اللي حاجبك فيها أصلاً مالهم دي مش أنا الحجازة حاجة مضيفة مضطربة سبت مرتضى عشان كان خين عشان كتان وفارغة قصدك إيه إنجين أنا خين؟ آه خين طبعاً لا طبعاً مش خين إنت ليه مش قادرة تصدق إنني ما عملتش أي حاجة والبنت دي مشت بغيري حتى ملمسها وإنت فاهم إن الخيانة نوم مع واحدة؟ لا يا عم سيف الخيانة دي ممكن إنك تبص بس لوحدة معدية كده أنا قدام ربنا ما عملتش أي حاجة حرام وعمري ما نمت مع واحدة غيرها دي لا 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 افصل علاقتك بربنا خالص والحلال والحرام وحسابه ليك وعلاقتك بمراتك بمراتك دي بشر زيك ممكن تزعل لو بس بصيت لكلبة معدية ايه مشكلة فيكو كل رجالة زي بعض مش قادرين تفهموا تركيبة الثة عاملة إزاي؟ تكبرت يا واي إنجي اوه للأسف طب دي حاجةك البنت دي مشت ممكنش رد تاخد فلوس بتقول عليها فلوس حرام اه عندها مبدأ حتى لو غلط مش عاملة زي ماس خلاص بقى إنجي انت مالك بقيتها عاملة زي أمي كده انا انا بتقول لي نوال بتاعت العجاز ومشارب انا مثلا إنجي بتاعت البطل أحمد بقى صح؟ انا كنت هموت بالضحك بسهيل والبطل الحمد بقى عزيز مرتضى جايني النهاردة وعرف ميني كان مش عارف بس جي وهددني هددني بايه؟ مش عارفة ممكن يبقى مسك علي ايه عشان يكلمني بطريقتي وهتعمل ايه؟ في ايه؟ يعني عموما في حياتك في مرتضى مش عارفة بس عموما هشتغل هرجع كتب قررتي خلاص اوه نفسي عمل كده من زمان قوي وعتي كتب ايه؟ لا في حاجة كتير قوي يعني ديسة بحددتش اوما اخسيف وانجي احب اعرفكو اروى زميلتي في الشغل جايين بس نعمل ميتنج كده برايفت هنا و عشر دقايق وانمشي على طول يا أستاذ ما انا قلتلك هم هو نفس المكان بيوت مش محترف ايه؟ محزن اخد ام احمد ويطلع برا ام احمد؟ اوبا وبصراحة انا كنت طالع على السلم المفروض انها اروى النور قطع رجعتها بقى طلعت ام احمد طيب يا ام احمد بقى تعال انا وانتي مدور على اروى حبيب تتفضل يا ام احمد على فكرة الحساب خالص يا رادي احمد تتحق لوال بيطعت الحجاز كيفش فانك كلكم زي بعض زي بعض بجنب فكي ان شاء الله سلام لا بقى انا عندي شغل والحقيقة بتقول ان مفيش معجمة بيني وبينت لا ما انا مش هعطلك يا سيدي عطلني انت بقى لك مكان عندي ودي حقيقة ايه ابا انت تهرفي حد اسمه كريم الزغبي اه كريم كان معايا في الجامعة كمل لو سمحت بقى كمل انت ما انا مكملتش للأسف كريمي بقى ابنة انتيمة ماما تقمت توصل تماما منفضلك يا طارق امشي ايه بس انا عايز اتكلم وانا مش عايز اسمع طب اريحك ايوا انا ابوي المعلم عبد الراسق اللي ابتدى من لا شيء وامي ست فلاحة ومش متعلمة بس في عناي احسن من ناس كتيرة جواهم ناقص في بنتي مكبرة الموضوع انا حقنا ام بيكي عارف الديجافو انا المشهد ده اتكرر نفسه معايا مع كريم تقنع مامتك بايه؟ باني كويسة وغنية ومش مشكلة امي وابوي وتعامل معاهم وانا حصت اني مكسورة ومحدش حرص بيا انا ما تحكتش عليك انا قلتلك خلينا اصحاب كنت حعرفك على اهلي في الوقت المناسب ما قلتنيش من الاول لاني مش شايفة حاجة تتقلق ومتتقلش انا الابويا كان حرامي ولا امي مسجونة في عضية اداب انا اسمي هبا عبدالرازي اسمي شرفني وشرف اي حد لي ناسب ابويا ما ديكي قلتنيها اهلي لازم يشبهوا واحنا الاتنين مش شبه بعض انت سافل هو فعلا ابوك ما يطولش يشبه ابويا ناس حقيرة ما بتحركاش غير المظاهر والشكل بس انتي ايه اللي انتي بتقولي ده معلش بقى بلدي جدا اتلع بره يا طاري وعرف انه حتى استطاقمة منا وش حتكون موجودة بره يا طاري اتلع بره يا طاري انتي بن انتي بن بره يا طاري عايزة أشوفك حالة أوكي؟ عدي علي بالليه؟ وفي حاجة أولا إيه؟ شكلها كده حاجة حلوة آه قوي طب ياذا بات